اشتركوا في القناة نعم يتنور القلب اذا تريدون يتحسون هذا الشيء بعض الاوقات لما الواحد عنده خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى عنده توجه قلبي الى الله في عبادته في سجدته في ركوعه في عبادته صلاته في الطواف حتى في الزيارات يصير هذا الشيء يصير هذا الشيء يحس ان قلبه متنور في الارتياح عنده اذا دخل نور القلب النور يدخل القلب انفسح واتسع القلب ينفسح يتسع كيف يتسع يعني؟ اذن امور معنوية طبعا مو انه يصير كبير مثلا يقبل الحقائق يفهم كثير من الامور اللي ما فاهمها سابقا ابو ذر تعجب قال يا رسول الله فما علامة ذلك بابي انت وامي يا رسول الله شنو علامته؟ يعني شنسوي حتى قلبنا يتسع ويتنور شنسوي رضوان الله عنك يا ابو ذر هذولا اصحاب الانبياء والامة جدا كانوا اذكياء يعني يتحاورون مع النبي مع الامام حتى يحصلون معرفة وتجي هذه المعرفة الينا ايضا ابو ذر قال يا رسول الله علامته شنو؟ حتى قلبي يتنور قال رسول الله الانابة الى دار الخلود يمكن ان ابو ذر كان يفكر في عملية جراحية يسوي مثلا لا بسيطة جدا الانابة الى دار الخلود يعني التوجه الى المعاد بيننا وبين الله وبين انفسنا احنا في اليوم في النهار في الليل كم مرة نتذكر الاخرة كم مرة قليل ولذلك نشوف قلوبنا ممتنورة اذا اراد الانسان ان ينور قلبه لازم يشكله يسوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله علامته نور القلب نور القلب الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور الدنيا دار غرور تجافي يعني يدير بالها يتركها يعيش يشتغل ينمو يروح للسوق يشتري يبيع ولكن توجه الى الاخرة قلبة مهنانة والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله الاستعداد للموت قبل نزوله ثلاث اشياء انابة الى دار الخلود تجافي عن دار الغرور الاستعداد للموت قبل نزوله هذا ينور القلب هل ينور القلب جربوا نجرب يعني احنا مياكم نجرب اذا واحد شوية ينقطع عن الدنيا في الدنيا هو ولكن قلبه مو في الدنيا قلبه في الاخرة ويستعد للموت قلبه يتنور ويتسع